القضية قضية وطن. القضية الان احنا الفيدي قضية وطن. يا نكون او لا نكون. فان احنا قلنا لابد ان نكون. اذا كل كل الشعب السوداني اصطفى خلف غوات المسلحة ويعمل تحت راهد الغوات المسلحة والغوات النظامية الاخرى في الغتال هذه المرتضعة التي جاد من كل دول الافريغية حتى تهديم وتفقر الشعب السوداني وتهديم البيئة البنية التحتية حقته. فان احنا الان في الدولة السودانية قلنا شعب سوداني لابد ان نغيف وقفة واحدة خلف غواتنا المسلحة. فان احنا الان الناس شاهدت الحاجات التي تمت في غرى الجزيرة. تحت حاجات ما بتشبه الشعب السوداني. لذلك نحنا بنقول كلمة. انو النيل الازرق. راح تكون مغبرة مغبرة لهؤلاء المرتزعة. كل مرة يهددوا. انو جايين النيل الازرق. جايين الدمازين. فان احنا نقول انو بيكم انتم. وان احنا كلنا بنعمل تحت امرض القوات المسلحة. يا جماعة احنا عندنا جيش غومي. جيش له عنده غوانينه. جيش يحترق جيش من الشعب السوداني. فما احنا ما بنلعبنا. ولم نرضى انو الدولة السودانية دي تحصل لها كما حصل في باقي الدول الاخرى. ترجمة نانسي قنقر